إلى ذلك أكدت سابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم البنتاجون أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق لن يناقش في المفاوضات القادمة من الجانب العراقي وأن البلدين لا يريدان إنهاء الشراكة الاستراتيجية بينهما سأقول بوضوح أن اجتماع اللجنة العسكرية العراقية الأمريكية ليس مفاوضات بشأن انسحاب قواتنا من العراق الولايات المتحدة والتحالف موجودان في العراق بدعوة من الحكومة العراقية لمحاربة داعش وقد أكد لنا شركاؤنا العراقيون التزامهم بالعمل معا لتشكيل هذا المستقبل فيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي والهزيمة الدائمة لداعش سننتقل إلى شركة أمنية ثنائية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق ومن المتوقع أن تتطور هذه الشراكة في المستقبل إلا أن أي من الدولتين لا تريد أن ترى نهايتها ومن المتوقع أن تتطور هذه الشركة في المستقبل ومن المتوقع أن تتطور هذه الشركة في المستقبل ترجمة نانسي قنقر